أعطي خبر للسلطان الأم أنه يجينا تمني جنات إذا وصلت للقرار الصحيح كل شي رح يكون أفضل بنسبة إليك الله يوفقنا ويهدينا للطريق السواد سلطانة خبريني شو الجواب ماضي أنتو بتعرفوه بهالزمان كان عندي فرصة صير سلطانة بس الحز ما حالفني وما توفقت وهلأ حضرتك قمت عرضي علي أهم منصب ممكن وحدة بالحرم لك توصل لك كيف بدي أرفض هيك عرض؟ أنا كنت متوقعة هيك جواب من وحدة زكية مثلك من اليوم ورايا وبموافقة ابني هالختم لإلك ومثل ما فهمتك رح أوسق فيك مشارك تكوني بعيدة عن قسم نهائيا يعني رح تكوني مخلصة إلي وبس سلطانة ادخل وأخيرا يا جنات تعي أدي سامحيني يا سلطانة بسبب شغلي لجديد أنا مضطرة أكوني بعيدة عنك من اليوم ورايح هلأ صارت اللي وقفي قدامك هي أمينة الصندوق في معناها نجحت الخطة ألف مبروك ألف مبروك إلنا كلنا يا سلطانة أنت شون وقعت هي بالفخ بها السهولة؟ غريب كيف ما حست بشي؟ حسبيها بعقلك جنات لو كنت مكانك ترح أسحبك لصفي هيك عملت بلشت وظيفتك الحقيقية المرحلة الجاية كتير مهمة لازم يسقوا فيك هالمرة عن جد لحتى نقدر نسبون بخطوة لا تكلي هم يا سلطانة حجي آغا سلطانة إلاي من هولو إياكي ترجع إلى عندي شو الموضوع ليش دربتك؟ شو بدي أعمل هلا يا حجي آغا؟ أنا رح أكون عدوتها من هاللحظة السلطانة هاندان ليش موجودة؟ لا تخافي رح تكوني بأمان بوجودنا يلا نشي سموه نام يا سلطانة سلطانة؟ منيح هيك ووزعوهن عجواري الحرم لك بعد هالمحنة الصعبة خليوني ينبصوا شوي الحرم لك كله رح يدعي لك يا سلطانة اليوم كتير مهم يا حجي مولانا رح يقرر من اللي رح يكون الوزير العظم إن شاء الله يكون مراد باشا وقت ما حدا رح يوقف بوجودها يا بنات السلطانة قسم رح تتكرم عليكم بالدهب والهدايا من خزينتها الخاصة إن شاء الله تصرفون بالهنا الله يتوال بعمرك يا سلطانة الله لا يحرمنا منك يا سلطانة الله ينولك اللي ببالك يا سلطانة شكراً كتير سلطانة مفكرة بالدهب رح تكسب محبته من وين جابت كل هالدهب؟ من خزينة السلطانة صفية مولانا خصصة سندوقين دعابوا هدايا دستور مولاة السلطانة الأمهندان وقف توزيع يلا الكل يرجع على شغله صايرة عم تتشبهي بسلطانة صفية؟ رح تكوني مثل وتشتري الكل؟ والله شوفت عينيك يا سلطانة أنا ما عندي شي مخبب نوت وعم وزع بالتساوي الكل عم ياخد مثل التاني بس حضرتك اللي عم تشتري الناس بالمناصب ومساعدتي أول حد أخدتي أنا ما لي مضطرة اشتري حدا بنوب وكل الموجودين بالحرام لك مجبوريني قدمولي الولاء والطاعة واللي ما بيطيعني بيتعاقب يعني يا بريضا بيطيعني أو غصبن عنه لوين بدك توصل لي يا سلطانة؟ ليش عم بتوقفي بيوشي؟ ما في شي خاص يا قسم بس الحرم لك كان ضايع بين سلطانتين والسلطانة صفية راحت وخلصنا من كل شروره ومشان يرجع النظام لهالمكان لازم كون أنا فيه القوة الوحيدة والأكبر نسيتي فوراً كل الوجع اللي عشنا سوا؟ لو أنا ما كنت هون كانت لعيل الحاكمة انتهت من زمان بس إذا بدك تكون القوة الأكبر والوحيدة رح تتحملي عواقب هالشي اي من منوشي اشتركوا في القناة